الاعلي جاهز للقاء القمة بمفاجآت التشكيل استقرر فتح مبروك المديل الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي على تشكيل الفريق في مواجهاته المقبلة مع الزمالك حسن والاعتماد على شريف اكرامي وصبر رحيل وسعد سمير ومحمد نجيب واحمد فتح حسام عشور محمد حسن تريزيكي احمد نبيل منجا وفي الامام كريم بامبو ورمضان صبحي وعمر كمال وعن الالي من غيابات عدد من لعابين الاصابة منهم وليد سليمان عبدالله السعيد محمد ناجد وشريف عبدالفض الله يكون فعون النادي الاهلي خلاص كده تأكد بالفعل حسام غيالي ان شاء الله بإذن الله في النادي الاهلي اعلن المهانس محمد طاهر مبارح هو بيزور اللعيبة قال لهم ان حسام غيالي موجود معاكم من السنة الجاية بخبر انا على المصطر الشخصي اسعدني جدا انا الحقيقة حسام غيالي ده من لعيبة اللي انا بشوفها من افضل اللعيبة اللي جابتها مصر التزاما وخلقا ولعيب نص ملعب وقسطى ومنتخب مصر حماس يعني اقول زي ما تقول هسام غيالي ده انا شفته الحقيقة عن قرب ولد يعني ملتزم عارف اللي عليه عارف اللي ليه يعني اتمنى اتمنى ان شاء الله بإذن الله اشوف يعني لعيبة كتيرة زي هسام غيالي واتمنى اشوف هسام غيالي دايما بيقدي بشكل طيب مع النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله بإذن الله الأهلي جاهز طيب طاهر يعترف بفشل طاهر محمود طاهر بيعترف بفشل المفاوضات مع أحمد فتحي الموانس محمود طاهر أعلن خلاص أن أحمد فتحي مسافر إنجلترا وأعلن لا احتراف كان قاعد معاه في اللحظات الأخيرة ولكن خلاص واضح أن المسافات بقت بعيدة وأنا قلت لكم يعني هو بياخد 3-4 الراجل جايله 7 أو 7.5 مليون جنيه فأعتقد أنه كان محتاج ضخة مالية يعني برضه أكيد موانس محمود طاهر له وجهة نظر كل التوفيق لحمة فتحي إن شاء الله بإذن الله